عايزة أكلم الزوجة بقى النهاردة حلقة كلها بقى هي حلقة زعل النهاردة كلها حلقة زعل ربنا يجعل كلامنا بس خفيف عليه دلوقتي لكل زوجة بتزوجها وزوجها بيحبها وفيه استقرار والكلام ده وجات الأم أم الزوج تزور أو جات تقعد فترة أو كذا يعني لو حد غريب إحنا كمسلمين يعني الحاجات دي راحت من المجتمعات ولا إيه يعني إحنا في بيوتنا إحنا كمسلمين لو حد جي من سفر أو حد جي كذا ما إحنا بنكرمه إحنا مش بنكرمه الناس والضيافة للكافر تلت تيام ومعدين ندعوه للإسلام يعني تضيفه يوم والتاني والتلت تلت تيام يستجير تتجير تلاتة وتكلمه وتقدمه وتقدمه كل أنواع الضيافات والكرم وبعد كده تدعوه إلى الإسلام وإلا فلا فلنما يجي لنا حد غريب إحنا بنكرمه إنت ليه بتتضرري أصلاها بتتدخل يا شعال أحبه وكذا وشايف نظام بيتك وكذا ولما أنت تبقى حتى قصص لكن ماشا جاوني ما تتسمحني الناس أنها تتدخل لكن من راحة وإحنا بنقول كذا بنعمل وقت الصلاة ووقت الحاجة بتشوف نظام البيت نديفة بتحب زوجها بتحب زوجك بتشوف مرات ابنها إزاي وهي حريصة على زوجها وحريصة على ابنها اللي هو ابن الأم يعني والأولاد والأحفاد مش ده اللي هتكلم فيه أنا هتكلم في رفقا رفقا بالستات الكباري العواجيز بأم الزوج ابنها راكب العربية وده الموقف اللي أنا طلبت أن أنا أتكلم فيه ووضحه لأن يعني فيه مشاكل كتير والزوج بيركب السيارة وجاب أمه جنبه عملت مشكلة وطلاء ومش طلاء أنا اللعب جنبك أمك تجي ليه وتقعد هي قدام لي إيه ده إيه ده يعني هتعملي مشكلة عشان أم زوجك قعدت قدامه في السيارة هي كم مرة بتيجي تقعد قدام كم مرة بيوصلها لو وصلها لطبيب ولا وصلها لهنا ولا جاءت عندكم بيوصلها من أخو لأخو من أخو لأخو ولا من عند أختو وانت بقيت الأيام انت اللي موجودة يعني يا ست ده الكبار ما بيعرفوش يتنو رجليهم وإحنا هو ذاتنا بنقول لهم مش قدري بنوعد وراء ركبنا طلبوا لهم قدام عشان وعمل وكذا واللهية وتعرف مقامها إيه اللي تعرف لا فوقي أنت أنا بكلم المسلمة أنا بكلم الزوجة المسلمة التقية اللي مرجعيتها الله عز وجل اللي بتبقى عايزة جنة دنيا وآخرة اللي بتبقى عايزة أن ربنا راضي عنها وعن بيتها وعن أولادها ليه يا بنتي ليه ما تسمعيش كلام مسلسل إيه أنا مش عايزة أروض لحاجات فازدة أصي جي في المسلسل وهو المسلسل دوت قدوتك يعني الممثلين دول ولا السيناريست ده اللي عايزنا ناخد منه وإحنا ناخد منه قواعد للتعامل ده كلام فاضي ده مين مين دول ولا المشخصاتية اللي بيجوا يعمل هما دول يا حبيبتي اللي تاخد منهم أفعل ولا أفعل يا خلاص يا جماعة بقى زمن زمن التفاهات وزمن الهيافات للدرجة اللي احنا فيها دي إيه الكلام الفاضي ده إيه الكلام الفاضي ده يعني حتة الناء قدام ولا ولا تقعد ما تقعد ما يكرم أم أنا أعرف بالزوجات الصالحات زي ما فيه المنمازج السيئة اللي بتتنشر على السوشة وتبقى تتصدر اسمعوا النمجز الجنلان هقول لكم عليها دي أعرف من الزوجات اللي الزوجة دايما تحس زوجها خد هدية لولدتك اعمل لولدتك خرجها في المكان الفلاني كم حالة لو هي مش عجبها تيجي معانا أو يعني تتضرر من الأولاد واللي تعارفين بقى عندها ثلاثة عيال وأربع عيال وكذا خدها انتو هي وروحهم عندنا خروجها يوم في الأسبوع خلي أسبوع لنا إحنا كأسرة وأسبوع لها وفرحها خدها لمحل دهب وهتلاها هدية قدي كذا وخد من البيت أنا عملت جمعية خد كذا بتاسعة طبعا معها زوج راجل أنا عارف أنا عارف أنتو هتقولوا إيه أنا عارف أنتو هتقولوا مش لما يبقى معها معها زوج راجل زوج محترم وهي بتعينه وبتساعده الله عز وجل يبخسها أبدا الله سبحانه وتعالى ما يردش يرد الخير والله الخير لا يعدم أبدا أعرف من الزوجات اللي ممكن أن هي تقول له لأ روح وبر واعمل وهات وكذا وكذا طب بقى ما قابلوش مين قالك أن احنا مستقنين أنهم يقابلوا ما أقول إخلاص ده أنا عايز أقولك بقى التجرد أنك تؤذف اللي أنت نويتي فيه مش مهم أنا نويتي ما أنتو اختبري نويتي لله أه وعمل وجع فوق دماؤه يا ساه مياش مكتبلونا لأنكم صوابين اكتبوا هنا بس في مزال الحسنات عشان قتل ربنا اكتبوا لنا هنا الخير احنا نوينا كذا كذا وقذينا في من توينا فيه لكن إننا نبقاعدين راس براس وندي ست كبير عاشت النهاردة هتعيش بكرة خلي دايما دايما اللي تقول الله يبرك لها زوجة ابني والله ما طلعت منها لعيبة والله ما في مكان روح مكان اللي وتكرمني فيه طب اتأذيتي منعي القذر احنا بنقول كذا كل حلقاتنا كذا تجي لي أم مسجلة بصوتها وهي تبكي تبكي وتقول لي يعني ما كانش قصدي طب انت رأيك أروح أصلاح ما تروح إيش تصالحيها تصالحيها عشان أنت غلطي أنت مغلطي طب أه سنة تسببت لهم أه سنة ما كنتش هي اللي فهمها غلط يا بنات يا بنات يا اللي بتحب الله عز وجل ورسوله يا بنات يا مسلمات اسمع يا بنت الكلام الخير اللي يخليك على الطريق الصح في زواجك وبيتك وعباداتك محصلها مش انفصالية أزا بصلي وأنا لبسح جاب ومعاملاتك زفت دين سمت خارجي ودخلي دين يعني معاملة أثر العبادات اللي انت بتقولي عليها يا رسول الله إن الفلانة تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جير أنا قال لها خير فيه تسايمة بطول النهار ما شاء الله وقايمة طول الليل وتؤذي جير قال لها خير لأن المفروض أثر العبادة ده بيبنع الجوارح طب عملت وتأزيت عند الله أستنى عند الله وامنع الأذى لا من فضوك أنا مش بحب حد يقول كذا ولا الألفاظ ولا فاكذا قاعمل اللي معايا واللي موجودة ولا اللي تقسمت الشغل ولا فوقت العزوم شكرا سلامه عليك بيجيبوا في أخبار ناس وغيبة وناميء مع السلام شكرا أمنع الأذى وحض الحدود يبقى عارفين فلانا جات الشيخة جات يا أهلا وسيالله شغلولنا بقشع ما يترياقه ما يترياقه أسلاب ما تقوله يترياقه المهم أنا بتاعت ربنا شكرا على رأسي بس أهم الأعداء اللي أنا فيها فيها ربنا ورسوله فقط صلوا عليه لكنك تسمحل نفسك أنك أنت تحط نفسك في مقارنة أو في ندية معهم يا بنت ده غلط خسرانة حب الأم دوت خسرانة أنا بقولك خسرانة إلا إذا كان هو عايل عاقب وده حب وحبك حب تاني ده غرفة وده غرفة ده صالون وده رسيبش أوه ما عاديش صالون رسيبش أن يتفتح على بعض دي حاجة وده حاجة فما جيش تكرني نفسه وتقولي لا أصلها هترك أصلها هتدل دل لأصل لازم تفاهمة كده ما تجيش وتقولي قومي بدحك قولي لها من غير ما تقول من غير ما تفعوتي يا سلام بس عم نركب لك الحزام تمان ويالله سلام وبنتي ورا مع العياد طب عندي ابن مثلا وبره وإخواته وكبار أولاد عمه وأولاد خطاب يبقى الولد أو الجزء الأخت أو يبقى الرجالة هم اللي قدام أعمل لك دي الوحدة أخد علي أولاد هنا عشان تيتها افتحوا يا جماعة شارج لها بدل ما تتزن لكن ما فيش قاعد الرجل اللي مش من محارم ورمع جنب النساء يعني فيه تكتكات بدو بقى عقلانية منطقية لكن أعمل وطل وطلق ويانا يا هي ومتجش ومتعملش ومتعملش ومتعمل على الله تعتب لا 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 مش كده يعني الله قفلك يعني ليس منا ما لم يحترم عارفة كده الصغير يحترم الكبير ويوكر كبيرنا اللي ما ليس من اللي بيعطفش على الكبير على الصغير ده فين قلبه ماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ووكر الكبير فأدعو الله سبحانه وتعالى ما كانوز علته مني النهار ده أنا بزع بس كان لازم صراحة نتكلم الكلمتين دول علشان معلش يعني يبقى أمورنا متوازنة ومجيش نقول إيه آه ما يلا معاهم لا 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 معاهم معاهم ولا عليهم عليهم الصح صح صح وميختلفش عليه اتنين والصح واضح قبلج والحق لا يختلف عليه لكن نجي ندلس ونعمل كده قال في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولاكم بالخير تزعلوش مني بأن أنا زعاقة النار